قلت مؤخراً بعض التدوينات على صحاتي الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تدويناً اللي كتدافع على إعادة بناء الثقة بين الشباب والسياسة وكتواجه الأفكار السلبية والهدامة عجبتني واحد عبارة قوية لأحد الشباب اللي قال بأن الشبيبة التجمعية نقطة ديال الضوء مفيدة للمشهد السياسي قال باللي ما بقاش في الحزب المجال لقنوات التنخيب التقليدي المبنية على الجاه النسب وباللي هاد الممارسات ما بقاش مقبولة اليوم وهي جزء من الماضي بحراء هذه العبارة حقك يخلوننا نطمئنوا على مستقبل الحزب اللي أصبح حزب القواعد بعيداً على هذيك الصورة النمطية الأحرار فتحوا المجال أمام الشباب اشتغلوا لمدة أربع سنوات على تجديد النخب كي يبقى الرهان العساسي ديالنا خلال استحقاقات المقبلة هو تشجيع الشباب على المشاركة على الترشح وتقلد من نصيب المسؤولية الرهان هو مضاعفة الجهود باش ندعموا الشباب من أجل تحقيق الطموحات ديالهم من أجل بناء مستقبلهم ومستقبل البلاد الشباب اليوم كيشكلوا أغلبية أغلبية صامتة أمام تدبير أقلية وكيف ما كان قولنا إمال الشباب ديال الحزب والشباب الخارج الحزب وكان تجهب الخصوص للشباب ديالي خارج الحزب خضوا بلاستكم ما تخليوش البلاست الخوية هذي وقتكم لازم تسمعوا صوتكم في الاستحقاقات المقبلة وتختاروا اللي كيتكلم بالاسم ديالكم موسيقى